والله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا منضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وفهماً أما بعد فيا أيها الأخوة الكرام في المسجد الحرام وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا أيها الأخوة الكرام المتابعون لهذا البث في نقل الدرس العلمي الذي يقام في المسجد الحرام والمسجد النبوي بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك فما أحسن أن يكون الدرس حول الشهر الكريم في حكمه وأحكامه وتفسير آياته والإطلالة على شيء من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وكلام أئمة العلم كالإمام بن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد وكذلك من خلال تفسير الآيات في تفسير الشيخ السعدي وأيضا الأحاديث في عمدة الأحكام سائلين الله للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح ومن التوفيق أن يجتمع أحبة الله وأحبة رسوله صلى الله عليه وسلم في حرمه وفي مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم لتدارس آيات الصيام وأحاديث الصيام وهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام في الصيام وشيء من أحكامي وحكم الصيام نسأل الله أن يجعل الأعمال خالصة لوجهه إنه جواد كريم ونستفتح درسنا بتلاوة آيات الصيام من سورة البقرة تفضل يا أخي عبد الله أحسن الله عليكم معادي شيخنا ونفع بعلمكم قال المؤلف رحمه الله قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون شكرا الآن نبدأ في إلقاء الضوء على تفسير هذه الآيات فيما يتعلق بمناسبة الآيات لما قبلها وأيضا سبب النزول وبعض الأحكام الفقهية تعريف الصيام شروط الصيام المسائل التي يحتاجها الناس في الصيام المفطرات لأن الناس بحاجة إلى فقه حكم وأحكام الصيام وكذلك القراءات وشرح الآيات وهداياتها وأيضا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكره صاحب العمدة حديث ابن عمر رضي الله عنهما بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وكذلك ما ذكره الإمام العلامة بن القيم رحمه الله في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الصيام ولعلنا نمر على هذه المسائل والحكم والأحكام والمقاصد للصيام والدروس والعبرة المستفادة من هذه الفريضة وهذا الركن من أركان الإسلام سائلين الله عز وجل للجميع التوفيق والصداد ما مناسبة آيات الصيام لما قبلها المتأمن لآيات الصيام أنها جاءت بعد آيات القصاص وبعد آيات الوصية وبعدها جاء الصيام فهل هناك رابط بين القصاص الوصية الصيام ألاحظوا حرف الصاد في كل من بدأت هذه التكاليف القصاص من أشق التكاليف القتل يجب على القاتل إسلام نفسه للقتل تنفيذا لأمر الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل ولكم في القصاص حياة ثم أخبر ثاني بكتابة الوصية وهي إخراج المال هناك إزهاق النفس وهنا إخراج المال والذي هو عديل الروح ثم انتقل ثالثا إلى الصيام في جامع المشقة في كل لأنه مهلك للبدم مضعف له مانع وقاطع ما ألفه الإنسان من الغذاء بالنهار فابتدأ بالأشق وهو القصاص ثم بما دونه في المشقة ثم بالشاق وهو الصيام فهذا انتقال فيما كتبه الله على عباده في هذه الآية هذا وجه من أوجه المناسبة وجه آخر في أوجه مناسبة الآيات أن الله عز وجل لما شرع القصاص وفي شرع القصاص إحلال للأمن والأمن فرصة للعبادة وفرصة لأن يؤدي الإنسان عباداته من الإيمان والصلاة والزكاة والحج والصيام لأنها في غياب الأمن قد لا تتحقق فناسب أن يذكر بعد ذلك مناسبة الصيح ثم أيضا من الأوجه أن القصاص فيه إتلاف للنفس والوصية فيها إخراج المال والصيام فيه أيضا مشقة على البدن فيبتل الإنسان ويختبر المؤمن في تحمله لهذه التكاليف الشرعية طيب وجه ثالث في أوجه المناسبة هنا بدأ بالصيام أين الإيمان؟ أين الصلاة؟ أين الزكاة؟ قد بدأ بها في أول السورة ألف لام ميم ذلك الكتاب العريبة في هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة فلما ذكر أركان الإسلام الثلاثة هناك ناسب أن يذكر الصيام ومن اللطيف أيضا أن الحج أتى ذكره بعد الصيام هذا في أوجه مناسبة الآيات لمها قبلها سبب نزول هذه الآية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وفي ثناياها وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أخرج ابن سعد في طبقاته عن مجاهد قال هذه الآية نزلت في قيس بن السائب نزلت في قيس بن السائب لأنه كان مريضا فأفطرع وأطعم لكل يوم مسكين فأنزل الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكي التفسير وأوجه القراءات تلاحظون يا رعاكم الله أن الآية آية الصيام وآيات التكاليف الغالب تأتي بحرف النداء يا أيها الذين آمنوا لكي تكون مدعاة إلى أن يصغي المكلف سمعه لينظر ما وراء الأمر يا إذا قيل يا حتى في النداء العام الذي ينادي ابنه أو ينادي تلميذه يا فلان كل سيستمع فكيف إذا كان المنادي هو الله جل جلاله فجميع آذان المسلمين والمؤمنين صاغية للنظر في هذا التكاليف ليمتثلوه بل زاد أيها وهذا من التأكيد بل زاد شرف الإيمان ليكون أدعى في ذلك لقبول التكاليف يعني أنت رجل مؤمن حباك الله الإيمان ومن الإيمان أنك تصلي وتزكي وتصوم فهذه مقتضيات تجعلك تبادر إلى أن تنفذ أمر الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أي صدقوا الإيمان هو التصديق وهذا في اللغة وفي الشرع وفي المصطلح العقدي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره في اجتماع أركان الإيمان الستة يا أيها الذين آمنوا يصدقوا بهذه الأركان وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعملوا بمقتضيات الإيمان وناداهم بالإيمان تنبيها لهم على استماع ما يلقى إليهم من هذه التكاليف وهذه نقطة مهمة حتى تربويه في أنك حينما تنادي الإنسان تناديه بأشرف ما يحب فإذا نديت المسلم يا أيها المسلم يا أيها الرجل يا أيها الرجل المبارك يا أيها الرجل الموفق يا أيها الرجل المسدد يصغي لك بخلاف ما تناديه بأي أسلوب من أساليب النداء قد لا ينتبه ولهذا رعي في أساليب القرآن في النداء أن يكون فيها أدوات النداء ومنها يا أيها وأيضا أن تقترم بشرف يستحقه المؤمن وهو شرف الإيمان ليكون أذلك كأنه يقول أنا مؤمن وأنت تناديني مستعد أي أوامر إذن كتب عليكم الصيام فكأن في تهيى النفسية وعقلية وأيضا فكرية لتلقي الأوامر وهذه من أساليب القرآن بل بل من إعجاز القرآن كتب كتب يعني فرم كتب عليكم الصيام يعني كتب وفرض وأوجب وألزم عليكم لأنه ركل من أركان الإسلام أن تصوم كما فرضت عليكم الصلاة كما فرضت عليكم الزكاة فرض عليكم الصيام صيام شاهد رمضان الصيام ما معناه الصيام في اللغة الإمساك الإمساك يعني مطلق الإمساك الإمساك عن أي شيء يسمى صياما ومنه قول الله عز وجل عن مريم قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية شوف صيامها هنا لغوي صيامها عن الإمساك عن الكلام ومنه قول الشاعر خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجم الخيل تصوم الخيل ما تصوم لكنها لماذا الخيل؟ الخيل يبحث عنه في السباق هذه اللي ما تسابق تسابق صائمة يعني ممسكة عن السباق وأخرى غير صائمة تسابق في الميدان أو أنها حتى عن الأكل لأنه أحياناً نروض الخيل فلا يأكل لسباق أو نحوه فهذه صائمة استعداداً للسباق لا تأكل وأخرى تعلك اللجمها لأنها لن تدخل مضمار السباق كتب عليكم الصيام هذا الصيام في اللوحة الصيام في الشرع في الاصطلاح وش معنى؟ الصيام في الشرع امساك بنية مخصوصة عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص في زمن مخصوص امساك بنية لاحظ إنما نعمال بالنيات ما يصح الصيام إلا بنية ما تصوم عادة تصوم على أنه بنية العبادة ولهذا كل الناس في وقت الصيام في السحور سحورهم واستعدادهم النفسي واستعدادهم للإمساك هذا كله نية ولا يشترط أو حتى لا يشرع الجهر بالنية اللهم إنه نويت أن يصوم يوم الأول ولا يوم الثاني لا لا هذا كله وهل تكفي نية واحدة من أول الشهر أو لازم كل يوم لغنية الصحيح حتى وهو الأرفق بالإنسان والأيسر في الشريعة أن المسلم من يوم يعلن شهر صيام الشهر الصيام فهو ينوي أن يصوم هذا الشهر ولا يحتاج أن يستحضر كل يوم له نية مخصصة هذا بالنسبة للفريضة يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل يعني هنا في ليلة رمضان إذا أعلن الخبر حلص كلنا ننوي الصيام ونستعد إلى يوم ومع هذا في كل يوم مع السحور نحن أيضا سحورنا واستعدادنا هو نيتنا أما النافلة فلا يلزم فيها النية سيام النافلة الاثنين والخميس وأيام البيض هذه لا يلزم فيها النية لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة كان يدخل إلى عائشة فيقول أعندكم شيء من طعام فتقول لا فيقول إني إذا صاع فدل على أن صيام النفل لا يلزم فيه النية وأما صيام الفريضة فيلزم فيه النية هذا قول الفقهاء إمساكم بنية مخصوصة النية بصيام شهر رمضان هذه الثلاثين يوم أو التسع عشرين يوم أو كل يوم بحسب إمساكم من ثلاثة قيود وإمساكم بنية مخصوصة عن أشياء مخصوصة وإش هي الأشياء المخصوصة؟ هي التي يذكرها الفقهاء بعنوان المفطرات والمفطرات باب واسع تنقسم إلى أقسام نعم مفطرات حسية نعم مفطرات معنوية ومنها مفطرات متفق عليها كالأكل والشرب والجماع هذه مفطرات كبرى أن الإنسان إذا صام لا يعكم لا يشرب يتعمد يعني الأكل والشرب أو يجامع أهل في نهار رمضان كل هذا من المفطرات الكبيرة وفيه من المفطرات أيضا التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة قال عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم وهو أصح من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم أيضا حتى ذكر أنه في النسك فدل على أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم واضح والمراد بالحجامة إخراج الدم الكثير من البدن لأن الصيام يحتاج الصائم إلى قوة بدن ليتحمل عدم الطعام والشراب فإذا خرج منه الدم خلاص انتهك انتهكت قوة وشدة على الصيام فيضعف في العبادة فلهذا تجد بعض الناس إذا مثلا أخذ منه دم أو شيء إنه خلاص مجرد ينام وينتظر فقط الإفطار ولهذا نهي أن الصائم يحتجم ومثله سحب الدم سحب الدم نوعان إما بالإبر اللي تسمى براويز هذا اللي تأخذ حيزا كبيرا وكمية كبيرة من الدم هذا تضعف البدن ولهذا يقرب شيء للحجام وأما التحليل الخفيف اللي وخزات هذه كالسكر ونحوه إذا كان يخرج شيء خفيف فلا يؤثر إن شاء الله طيب الحين هذا في الغذاء الطبيعي كونك تتناول الغذاء الطبيعي الإبر الإبر المرضى اللي في المستشفيات عندهم الإبر نوعان إبر مغذية توضع تغذي البدن تقوم مقام الطعام الشراب تصل للمعدة فهذه مفطرة وإبر دوائية في العوان هذه ما تفطر على الصحيح من أقوال أهل العلم طيب اللي بيتناول مثلا الجرعة الثالثة التنشيطية الكورونا تفطر ولا ما تفطر نعود إلى القاعدة إنها ليست إبر غذائية هي إبر دوائية فهي إن شاء الله لا تؤثر على الصيعة هذه باختصار ومن المفطرات القي القي والقي له طريقتها إما أن يخرج غصباً عنك يسميه العلماء ذراعه القي يعني كثر السحور وأدخم فيعني صالت كبده كما يقولون أو معدته فاستفره بدون إرادته فعلا لا شيء عليه ويتم صيامه ولا يفتر أما من تعمد إخراج الطعام من معدته أو بطنه بفعله كأن وضع أصبعه أو أي أسلوب آخر ليستقي عمداً فهذا يفطل عليه القضاء إذن هذين نوعان الحديث صريح في هذا من ذرعه القي فلا قضاء عليه ومن استقاء عمداً فليقضي أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم بقينا في القيد الثالث في التعريف وهو في زمن مخصوص في زمن مخصوص في وقت مخصوص الصيام من أذان الفجر من طلوع الفجر الذي يبينه الآن الأذان الأذان وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر هذا قبل قبل مشروعية الأذان أو في أول الأمر أما يوم جاء الأذان خلاص إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم لأنه يؤذن الأذان الأخير يقول الصلاة خير من النوم اللي هي بعدها الإمساك قال وكان رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت هذا يدل على يسر الشريعة وإن هالناس اللي هي الحين يتشددون في مثلاً دخول الوقت أو بعضهم يوسوس في أذن المغرب ولا يفطر وبعضهم يمسك قبل الفجر بثلث ساعة أو ربع ساعة كل هذا لا أصر له حناً من أذان الفجر قال الله أكبر أمسك أذن المغرب أفطر وعلى بركة الله وعلى الهنى والسعادة والقبول إذن الصيام الإمساك في بنية مخصوصة عن أشياء مخصوصة من طلوع الفجر اللي بينه الأذان من طلوع الفجر اللي هو أذان الفجر إلى غرب الشمس أذان المغرب ولا حاجة للوسوسة أو إن الشيطان يفسد على الإنسان عبادته كم نراهم ناس تقول ها أفطر يقول لا باقي شوء ها أفطروا الناس الفطر يوم يفطروا الناس والصوم يوم يصوموا الناس والحج يوم يحجوا الناس لكن الشيطان والعياذ بالله حريص على أنه يفسد على بعض الناس عبادته ويصرفه عن السنة طي هذا ووقته كان الناس في أول إسلام يحط خيط أبيض يحط خيط أسود إذا تبين فنسخ هذا بالأذان ولله الحمد والمنة وهذا من يسر الشريعة وحن كيف يأثبت رمضان يعني أيضا هذه نقطة مهمة دائما تجيين ونسأل عنها ويجي صيام يوم الشك ويجي بعض الناس عنده وقضى حن اليوم في نعمة عظيم اللي هي يعني نعمة هذه الوسائل الجديدة اللي سهلت علينا دخول الشهر كان الصحابة وكان الآباء والأجداد ما عندهم هذه أيضا النعم اللي من خلال بلاحظة حن يمكن الإعلان يعلم في الرياض وحن في مكة على طول ندري قبل في وقت ما كان يعلن هذا فلهذا وكان يعلم أيرى وقد يأتي الخبر متأخرا نحيان فحن اليوم عندنا متى ما جاءنا من بيان المقام الكريم بيان من الديوان الملكي بناء على ما رفعته المحكمة العليا التي اجتمعت مساء هذا اليوم واستقبلت مثلا المترائيل للهلال وأثبتت جهادتهم شرعا فغدا مثلا الجمعة ولا السبت ولا كذا هو أول أو غرة شهر الرمضان خلص الجميع عليه السمع والطاعة وأن يبادر لا يقولوا والله أنا بشوفه بنفسي أنا والله ما شفته من بصاهم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا واليوم نحن نراه برؤية مسلم خلاص إذا رأوه المتراؤون أو واحد حتى مجرد واحد أو لو يجي خبر في دخول رمضان لو شهاده النبي عليه الصلاة والسلام قبيل شهادة بن عمر أنه رأى الهلال فصام وأمر الناس بصيام جاءه أعرابي وقال يا رسول الله رأيته إلى الرمضان فأمر بلالا أن يؤذن بالناس أن يصوموا غدا أما خروج الشهر فهو أحوط لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين شهادة رجلين ثقتين عدلين كتب عليكم الصياء لاحظ كتب فرق وعليكم عليكم صيغة أمر عليكم مثل ولله على الناس حج البيت يعني هذا لتأكيد الأمر وأنكم لستم بدعا من الناس يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ترى كتب على الذين من قبلكم يعني كتب على الناس من قبل اليهود والنصارى والأنبياء وأممهم من لدن آدم إلى هذا العهد عهد محمد صلى الله عليه وسلم وهذا فيه خلاف يعني هل هل هو صيامنا كصيامهم لا ما يهلز فيه خلاف في الوقت فيه خلاف في الصدى فيه خلاف في المفطرات إذن التشبيه هنا في الفرضية كما ليس بالكيفية بالطريقة لأننا من أداني للفجر إلى غروب الشمس وهم ليسوا كذلك وحن عندنا الثواب الثواب أعظم منهم الثواب الصيام ليس فيه أعظم من ثواب الصيام الصوم لي يقول النبي الله عز وجل في الحديث القدسي الصوم لي يعني أنا اللي أتولى جزاءه الصوم لي وأنا أجزي به يدعو طعامه وشرامه من أجله يعني الصيام أجره وثوابه عظيم والمعنى أن الصيام عبادها قديمة في الزمن الأول فرضه الله على الأمم السابقة وحكمة ذكر التشبيه التأكيد في الأمر يعني لا يتثاقل بعض الناس إنه بس هن اللي نصوم وحن اللي يشق علينا بترك الطعام والشراب لا ولنسلوى في من كان قبلنا ومع ذلك نحن أيسر منهم وأعظم ثوابا وأعظم ثوابا كما كتب على الذين من قبلكم ثم قال لعلكم تتقوا هذه الحكمة هذا المقصد من الصيام الأول حكم كتب عليكم لماذا مشقة إعنات حرمان من الله عز وجل لعبدها أن يأكل أو يشرب أو يشرب لا حاش لله لكن الصوم طريق التقوى قال الراغب للصوم فائدة رياضة الإنسان نفسه عما تدعوه إليه من الشهوات في حبس النفس في قوة إرادة شوف الماء ما تشرب شوف الأكل ما تشرب تتزيل لك امرأتك الجميلة في نهار رمضان خلاص تراقب الله شوف كيف النظر سبحان الله يعني هذه شيء عظيم يمكن الصلاة ويمكن الحج ويمكن حتى الزكاة أمرها علني لكن الصوم يمكنك تسكر الباب وتشرب وتأكل لكن الوازع لدى المؤمن أنه يراقب الله عز وجل فلا تستميله هذه الشهوات أيا كانت لأنه يراقب الله والحمد لله على فضل إذن كف النفس ورياضتها عما تدعو من الشهوات واثنين الاقتداء الاقتداء بالأنبياء بالملأ الأعلى على قدر الوسع والذي يجمع ذلك التقوى لعلكم تتقو طريق التقوى صم وأكثر من الصيام لأن التقوى فيها يعني امتثال الأوامر اجتناب الزواجر والصيام تلقى فيه عبادة الصيام عبادة القرآن عبادة الصلاة التراويح الصدقة الإحسان كل ذي هذه وغيرها كثير والبر كلها تزرع في المؤمن التقوى ولهذا لاحظ حياة المسلمين في رمضان غير حياتهم سبحان الله في غير رمضان لأن فيها التقوى درجتها عالية جدا ولهذا فرصة للتوبة فرصة للاستغفار فرصة للندم فرصة لأداء الحقوق لله وأيضا لعباد الله عز وجل الكف عن المحارب النصارى كانوا يصومون فإذا أفطروا لا يأكلون ولا يشربون ولا يطعون إذا نام شوف الفرق وكذلك وكان هذا في أول الإسلام ولهذا مراتب شرعية الصيام ثلاث أول ما شرع الصيام بالتخيير اللي يحب يصوم أو يفتي وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يعني اللي يحب يصوم يصوم واللي يحب يطعم يطعم والحالة الثانية المرتبة الثانية أنهم كانوا يصومون لكن إذا نام خلاص لا يأكل لا يشرط ولا يجامع حتى الليلة القابلة ثم نسخ هذا بوجه بالصيام قال تعالى كتب عليكم الصيام قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فألي يصوم خلاص ما في خيار ولهذا اختلف العلم رحمه الله هالآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوم خير لكم محكمة أو منسوخة الصحيح ما ذكره ابن عباس رضي الله فيها ثلاثة أقوال محكمة منسوخة أنها يراعى فيها اختصاص وحال الناس ولهذا قال ابن عباس وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ليست منسوخة وإنما هي محكمة لكنها للمريض والشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصياح هؤلاء يعدلون إلى الإطعام يعدلون إلى الإطعام هذا من نسر الشريعة ولهذا نحن نناشد المرضى وأكبار السن أن لا يشقوا على نفسهم ويأخذوا برخصة الله التي رخصها لهم لعلكم تتقون يعني هذه تحدثنا فيها ثم قال أيام معدودات شوف التعبير بأيام معدودات يعني لا تقلقوا لا يعني تحسوا بالعند ترها ما هي إلا أي يعني تهيئة واستعداد وتيسير أيام معدودات أي صومكم أيام مقدرات بعدد معلوم ما هي 29 يوم أو 30 يوما رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة وصام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة رمضانات ليش سمي رمضان رمضان قيل سمي رمضان لأنه يرمض الذنوب أي يزيلها تماما في الصيام سبب عظيم في زوال الذنوب وقيل إنه في رمضان في شدة الحر والرمضان والمسلم يصبر ويحتسب ابتغاء ثواب الله جل وعلا شروط وجهه بالصيام خمسة هل يجب الصيام على كل واحد لا أولا الإسلام فلا يجزئ من الكافر في ناس غير المسلمين تجاه يصوم يصوم ريافة يصوم حمية هذا ما له أجر لأنه لابد فيه من إسلام وعقيدة ونية اثنين البلوغ من شروط الصيام البلوغ والبلوغ معروفة يعني علاماته إما ببلوغ خمس عشرة سنة أو بالاحتلام أو بالإنبات أو بحيظ المرأة أو نفاسها متى ما تحققت أحده هذه العلامات وجب الصيام الصغير هل يجب عليه الصيام لا يجب لكنه يدرب عليه وله إن شاء الله أجر ولوالديه أجر ولهذا كان السلف رحمهم الله يربون أبنائهم على الصيام حنا نشوف أبنائنا اليوم إذا شافوا أبوهم مصايمين يصوم معهم ولله الحمد ولهذا الصيام مدرسة تربوية عظيمة لجميع المسلمين صغارا كانوا أو كبارا الشرط الثالث العقل المجنون ما يجب عليه الصيام طيب في ناس عندهم عدم إفاقة يعني الله يكفينا ويعافينا والمسلمين يجيه جلطة بسي العقل غير موجود هذا أيضا لا يجب عليه الصيام الحمد لله نقول لأوليائه إن كان مرضا يرجى برؤوه يعني يمكن إن شاء الله يفيق عقو رمضان فهو يكفي وإن كان لا يستطيع الإفاقة بقرار الأطباء أو طبيب أو اثنين عادلين مسلمين يكفي فيعدل أبنائه إلى الإطعام عنه يخرجون عن كل يوم إطعام مسكي إما نفر يروح بل المطعم ونفر ويحط عليه لحمة أو دجاجة والحمد لله عن ثلاثين يوم في أول يوم أو في آخر يوم أو في كل يوم بحسبه وهذا أمر سهل إما جاهز يعني مطبوخ أو لي اللي هو مد من البركيل وين ونصف عن المريض أو عن الشيخ والذي لا يستطيع أما المسافر فالسفر إذا سافر المسلم النبي عليه الصلاة والسلام هديه في السفر كان مع أصحابه لا يلزمه اللي يحب يصوم يصوم لأن الناس قدرات اللي يشق عليه الصيام لا يصوم يختلف الوضع أحيانا سفر يتطلب مشقة ولا سفر في مثلا في نوع جهاد أو يعني إجهاد للنفس فالشرع لا يكلفك ولهذا ليس من البر الصيام في السفر لا تعنت نفسك في السفر والدين يسر ولهذا ترجاءت آيات اليسر في ثلاث الصيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وجاءت آيات القرآن في الصيام يعني يقرأوا القرآن وأنتم صائمين ركزوا في رمضان على قراءة القرآن ولهذا شرعة التراويح وشرعة التهجد والقيام في رمضان والدعا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي شهر رمضان شهر الدعا اجتهدوا في الدعا لأنفسكم ولأمتكم ومجتمعكم ووطنكم وولاة أمركم وأسركم والمسلمين جميعا فهذه فرص عظيمة نعود إلى الشروط الشرط الرابع القدرة القدرة والطاقة لهذا المريض لا يجب عليه الصيام واللي يسافر ويشق عليه الصيام كذلك لا يصمم هذا هو الأفضل لكن متى يبدأ المسافر في الإفطار نقول إذا بدأ السفر فلا يصمم في الحظر لأنه قد يعدل عن سفره والعلماء مختلفون في مسافة السفر والصحيح من أقوال أهل العلم أنها لم تحدد لم تحدد بمسافة ذكروا يعني جمهور أهل العلم على أنها ثمانون كيلا لكن القول الذي رجحه المحققون ومنهم شيخ الإسلام رحيم الله أنه متى منى وسفر وجاوز البنيان جاوز عمران المدينة والبلد فيعتبر مسافرا فيأخذ برخص السفر نعم الشرط الرابع أو الخامس عدم المانع وهذا عند المرأة أو حتى عند الرجل مانع المرض المرأة يجيها معنى الحيض والنفاس لا يجوز لها أن تصوم وتخضي وإن كانت أيضا حاملا أو مرضعا يجوز لها الفطر وإذا كانت حاملا يجب عليها القوى وإذا كانت مرضعا يجب عليها مع القضاء الفدية عن كل يوم مسكين هذه شروط وجوب الصيام الخمسة قال تعالى فمن كان منكم مريضا يشق عليه الصيام أو على سفر شفت عبر مقر أو مسافرا شف على سفر يعني مستعد متهيئ متلبس بالسفر ولو لم يشف مقر أو مسافر قال أو على سفر وهذا سر التعبير بعلى في السفر دون مقر أو على مرض من كان مريض المريض خلاص يشق عليه الصيام ما يستطيع ولهذا أنا أدعو حقيقة أدعو المرضى لأن يشوف بعض المرضى مسكين عنده عنده يغسي الكلة ويصوم ما الله شق عليك يا أخ ولا مساكن بعض حتى أمراض السكري المضاعفة اللي ما يستطيع يعني فهذا لا أيضا لا يشق متى ما قال الطبيب طبيبك أن الصيام يشق عليك أفطر واعدل إلى الإفطار ولا شيء عليك ولله الحمد والمنى فهذا دين اليسر وليس دين العنت طيب أو على سفر فعدة من أيام أخر يعني هذا للمسافر وللمريض إذا كان يرجى برؤه فعدة قرئ عدة وهو قراءة الجمهور وقرئ بالنصب فعدة أي فليصم عدة من أيام أخر لكن مفرق ولا متتابع إن تابع فهذا حسن وإن فرق فلا حرج عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال لما جاءه رجل يسأله عن القضى هل هو مرتب ولا متفرق قال أرأيت لو كان عليك دين فقضيته درهم درهم مين أكان يجزيك قال نعم قال قال فالله أجل أن يعفو ويصفح إذا كان الشرع فيما أمرك به يعني لا يلزمك بالتتابع إذا كان يشق عليك فكيف بالقضاء نعم والصيام عرفنا مسافته ولا نشق على الناس فدية وعلى الذين يطيقون شفوا على الذين يطيقون المفروض يعني لتبادر للذهن وعلى الذين لا يطيقون ولهذا اختلف العلمة فيها ليمنسوخة ومحكمة ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما دل على القول الأصوب فيها وهي أنها محكمة لكنها يعني يقدرون على الصوم لكنه يشق عليهم لمرض أو سفر فيعدلونها فيعدلون إلى القضاء أو الفدية طيب يطيقونه قرئت بخمس قراءات قراءة الجمهور وعلى الذين يطيقونه وقرئ يطوقونه بفتح الواو وقرئ يطوقونه بكسر الواو وقرئ يطوقونه 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 وقرأ ابن الأنبار يطيقونه يطيقونه كل قراءة شاذة إلا قراءة الجمهور وعلى الذين يطيقونه يطوقونه طيب ففدية حين عرفنا أن على الذين على المريض أو المسافر أو الشيخ الكبير ففدية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فدية طعام بدل فدية طعام مضاف مضاف هنا فدية طعام أو فدية طعام لقراءة ما بقراءة الإضافة أو بقراءة عدم الإضافة ففدية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام وهذا الفدية طعام بدل بيان وإما على عدم الإضافة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسك ومسكين قرئت بالجمع طعام مساكين وقرئت مسكين وهي قراءة ابن عباس رضي الله عنهما والفدية الجزاء وهو القدر الذي يبذله الإنسان لي يؤدي شيئا كما قلنا من الإطعام وقد اختلف في مقدارها والصواب أنه مد من البر أو نصف صاع من غيره وهو المقدر اليوم بكلوين ونصف من الرز الني أو بنفر من المطعم عليه يعني شيء من اللحم حق نفر ونعزم ثلاثين ونعزم عشرة ونعزم واحد فهو بالخيار فمن تطوع جاء الآن مقطع جديد من تطوع التطوع التبرع تبرع خيرا هل كلام زاد على الفدية الآن زاد على الفدية حين عندنا فدية طعام مسكين اللي يبيطعم أكثر من مسكين جزاه اللخ زاد على القدر الواجب هذا تطوع ومن تطوع خيرا أيضا هذا في أول الأمر في الصيام والفدية فالتطوع خير له وأن تصوم خير لكم هذه هذه قلنا أنها الآية الملزمة وقرأ والصوم خير لكم ويقرأة شاذ إن كنتم تعلم ثم قرأت فمن تطوع وقرأ فمن يطوع خيرا فإن الله شاكر عليك ثم ذكر شهر رمضان وإنزال القرآن وأنه هدى للناس وبينات من الهدى والفقان ثم أكد على وجوبه مرته فمن شهد منكم الشهر في اليصم في الأولى وهنا في الثانية ثم أيضا جاب أحكام المريض والمسافر والتخيير من باب التيسير ثم ذكر الحكمة يريد الله بكم الأسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون شهر رمضان قرأ شهر بالرفع وقرأ شهر رمضان وهذه أيضا القراءة مشاذة ذكرها مجاهد وغيره ولا نطيل في هذا لأن آيات الحمد لله واضحة وذكرنا أكثر أحكام الصيارة ولا ننسى أيضا الشكر ولا ننسى القرآن ولا ننسى الدعاء ولا ننسى كيف نستقبل الشهر الكريم بالفرح والاستبشار والتهيء للعبادة والتوبة والاستغفار والخروج والخروج من المظالم وحقوق الناس وحقوق العباد هداية الآيات وجوب الصيام الصيام يربي ملكة التقوى الصيام يكفر الذنوب من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم للمبه الرخص في الإفطار للمريض والمسافر إن الله يحب أن تهرخص المرأة الحامل والمرضع وعلى الذين يطيقونه وكذلك المريض والشيخ الكبير فوائد الصيام وحكمه ومقاصد في فوائد دينية واجتماعية وصحية فضل شهر رمضان فضل القرآن وجوب صيام رمضان على المكلفين الرخص للمرضى والمسافرين وجوب القضى على من أفطر لعذر يسر الشريعة وخلوها من العسر والحرج مشروعية التكبير ليلة العيد وشكر النعمة قرب الله من عباده الحث على الدعاء وجوب الاستجابة والرجد في طاعة الله إباحة الأكل والشراب والجماع في ليالي الصيام لأن الله قال في الآية الأخرة أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أيضاً بيان المده بيان المده الزمانية وهي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بيان أيضاً المفطرات الأكل والشرب والجماع الاعتكاف ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد فدل على شرعية الاعتكاف وأن المعتكف لا يحل له مباشرة امرأته حتى يخرج من اعتكافه استعمال الكناية بدل التصريح كن بالمباشرة عن الجماع حرمة انتهاك حرمة الشرع وتعد الحدود بيان الغاية من انزال الشرائع السحور السنة في السحور التأخير وتعجيل الفطر وأن يفطر على رطب فإن لم يجد فعلى تمر فإن لم يجد فعلى ما ويدعو عند الفطر فإن للمسلم عند فطره دعوة لا ترد ابن القيم رحمه الله لخص في زاد المعاد في زاد المعاد هدي النبي عليه الصلاة والسلام قال الإمام القيم رحمه الله لما كانت مصالح الصوم مشهودة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة شرعه الله عز وجل لعباده رحمة بهم وكان هديه صلى الله عليه وسلم فيه أكمل الهدي وأعظمه تحصيلاً للمقصود وأسهله على النفوس ثم ذكر الحكم والمقاصد من مشروعية الصيام حبس النفس وتضييق مجاري الشيطان ولجام المتقين وجنة المؤمنين وأيضاً التأثير العجيب في حفظ الجوارح وحفظ الصيام للقلب وتقوية الإيمان والتقوى وأيضاً ذكر رتب الصيام ثم ذكر اكثار العبادات في رمضان وهدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف وكان جبريل يدارسه القرآن في رمضان وكان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ما حكم الوصال الوصال هو أن تواصل تواصل الصيام ما حكمه الصحيح يعني هو في خلاف بين أهل العلم في جوازه وفي تحريمه أو كراهيته وفي جوازه إلى السحر تواصل تصوم إلى السحر والقول الصحيح كراهية الوصال أنه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لستك هيئتكم لما قيل له في ذلك عليه الصلاة والسلام فلا يشق الإنسان على نفسه عرفنا ثبوت رمضان وكيف يخرج منه وحكم صيام يوم الشك وأنه لا يصام يوم الشك وهديه عليه الصلاة والسلام في الفطر على تمارات فإن لم يجد حسوات مما وقد أثبت الطب الحديث اليوم أن الفطر على تناول الإفطار على التمرات في فوائد صحية عظيمة للجسل وإتباع ذلك بالماء الصائم عليه أن يحذر الغيبة والنميمة والرفث والصخب والسباب وجواب السباب قال عليه الصلاة والسلام حينما سئل إني إذن صائم فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صائم كل عمل وإن آدم له من صام رمضان إيمانا واحتسابا هذه أهم الواقع المسائل والأحكام والحكم والجنوب أيضا لو قام وهو جنوب فإنه يتم صومة وأيضا يغتسل ولا شيء عليه إن شاء الله الكحل القطرة في العين كلها لا تؤثر إن شاء الله ولا في الإذن ولا تفطر إن شاء الله نسأل الله أن يمنى علينا وعليكم ببلوغ الشهر الكريم وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إنه جواد كريم وأن يعيده علينا وعلى المسلمين بالخير واليوم والبركات وأن يحفظ علينا أمننا واستقرارنا ويوفق ولاة أمرنا لكل خير إنه جواد كريم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين وأن يحقن دماءهم وأن يجمع كلمتهم عن الحق والهدى وأن يجزي إخواننا المتابعين والمشاركين لهذه الدروس العلمية والمنظمين والمرتبين لها خير الجزاء إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته